هنروح لكرة اليد سيدات كان عندنا مباراة مباراة مع نادي الشمس في نادي الشمس انتهت بالتعادل في آخر ثانية المباراة شاهدت لغة تحكيمي كبير يمكن خاصة في آخر كرة كان كرة هجم النادي الشمس وكان فاول عكسي ظاهر للجميع ولكن احتسبت هدف وتعادل نادي الشمس مع النادي الاهلي 25-25 وتبقى الاخطاء التحكمية متواجدة بقوة في دوري كرة اليد رجال وسيدات يا جماعة لازم يحصل تطوير لازم اتحاد كرة اليد اللي عودنا على مدار عصور مختلفة انه بيطور في اللعبة واضح ان التحكيم محتاج نظرة واضح ان التحكيم محتاج تطوير زي ما طورنا اللعبة والمنتخبات لازم يحصل تطوير فيه الحكام فريتنا في المركز الخامس مع 22 نقطة في 6 مطشات كسبنا طبعا الزمالك والمعادي ومدية نصف 6 اكتوبر بنك الاهلي واخسرنا مطشين سموحة والطيران وتعادلنا في مباراة واحدة مع نادي الشمس وبرضو بقول نفس الكلام هذا الدور تمهيدي مهم اه مهم في الترتيب ولكن الستة هيطلعوا وهيبتدوا لعبوا الجد لان الدور السيدات 18 فرقة بلعبوا مباراة من دور واحد يعني 17 مباراة عشان يطلع منهم ستة يلعبوا السوفر نفس الكلام بالنسبة لكرة اليد الرجال اذا الموضوع اه مش مهم ولكن المهم طبعا انت اتأهل من الستة ولكن اللي جاي لازم يكون يتلعب بقوة اتصور ان فريق كرة اليد السيدات مع المباراة هيكون احسن لان كان فيه توقف كبير الفترة اللي فاتت عشان منتخب مصر كان بيلعب بطول افريقيا في السنغال بالاضافة للمعسكر اللي كان قابل البطولة وكن الفرقة بتغيب او عشر لعبات بيغيبوا عن التمرين خمس تيام في الاسبوع او اربع تيام في الاسبوع فما كانش فيه تناغم ولا كان فيه هارموني اتصور ان احنا بعد مواطش الشمس ده وده اول مباراة جامدة بعد التوقف بتهيالي احنا شكلنا افضل يعني خلينا اكون امين معاكم بارحنا في المباراة اللي تبعها احنا شكلنا افضل ولكن يبقى ان احنا نوصل للطف فورم بتاعنا ومواطش وراء التاني هيبقى فيه تقدم دور السيدات مش هتوقف مش هتوقف زي الرجال لا مش هتوقف لان ما عندهمش للمنديال وبطوط افريقيا خلصوها خدنا التامن ولم نتأهل للمنديال ولكن اتصور ان ان شاء الله ماتش وراء التاني وراء التالت الاداة هيكون افضل